بمناسبة اليوم العالمي للأجداد والمسنين الذي اختار له قداسة البابا فرنسيس عنوانا لا تتخلى عني في الشيخوخة تحدث قداسته بهذه المناسبة عن الحوار بين الأجيال الذي يعد ركيزة لأجل تعلم جمال الحياة وتحقيق مجتمع أخوي وأضاف قداسته في تغريدة له قائلا هناك حاجة إلى ميثاق جديد بين الشبان والمسنين مسلطا الضوء على الوحدة التي هي للأسف الرفيقة المرة لحياة العديد من المسنين الذين يقعون غالبا ضحية ثقافة الإقصاء كما دع قداسته إلى تعزيز الالتزام كل جماعة كنسية في بناء روابط بين الأجيال والتصدي للوحدة مؤكدا أن الله لا يتخلى أبدا عن أبنائه وأضاف يجدر بنا أن نتوقف عند قيمة معنى وكرامة الإنسان خصوصا في آخر مراحل حياته وختم الأب الأقدس تغريدته بالقول إن مديد العمري هو بركة من عند الله وبالتالي لا بد من النظر إلى الشيخوخة على أنها عطية تستحق الإمتنان والتقييم ترجمة نانسي قنقر